السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وصلي على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكرك الغافلون تمام الله المستعان خلينا احنا حد بس يأكد لي على مستوى صوت يعني نعلي صوت دلوقتي بس يعني ايه حد يأكد لنا على مستوى الصوت جيد تمام عاشتين انت والله اكتر ربنا يبارك فيكو اجمعين خلينا نبتدي كده يلا يلا بسم الله اول حد اول حد اوغاست اوغاست جميل الصوت جزاك الله خيرا وعليكم استراحة وبركاته يا سارة ميرفت الصوت حلو تمام اه اس بنحب كده علنا الصوت زيل فل رشا جزاكم الله خيرا ربنا يبارك فيكو اجمعين خلينا نبتدي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين اللهم صلي على سيدنا محمد كلما ذكرك الذكرون وصلي على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم لك الحمد لك الحمد كله ولك الشكر كله وليك يرجع الامر كله على نية وسره يا رب اللهم صلي وسلم وبارك الصلاة الكاملة صلاة الكمال وسلام الجمال على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم إنك عفو كريم تحب العف فاعفو عنها طبعا أول ليلة واترية وأنا بيني وبينكم ما بحبش أن أنا يعني إيه أحاول أن أنا أفرق في العشر بالذات ما بين الليلة الواترية واللالة الزوجية هقول معكم النهاردة خمس ست حاجات ومهمين جدا وأقول لكم البشرة الجميلة اللي إحنا نويين نطلع بيها إن شاء الله في العشرة دي وأول ليلة أنا هطلع بيكم إن شاء الله معرفش أنهي قبسي فيكم اللي هطلع بيكم ووريكم شكل السماء النهاردة عامل إزاي يعني إحنا لسه في أول العشر فخلينا يعني إيه ما نستعجلش إزاي بقى أقول لي نفسي كل مرة لا يعني ما تتخيريش ما عرضيش تنشنه بلاش التنشين على الليالي الفردية لا 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 خالص لأن قلنا التسع التسع خلون يعني تسع فاتوا سبع وخمس فممكن الزوج يطلع إيه يطلع فردي فإحنا ما بلاش ننشن يوبكو سواب هي يعني تسع ليالي يعني عشر تيام الأخارة دولت بعينك بعينك وبقلبك أولا يعني أنا أحب في البداية أقول لكم البشرة وأنا كنت جايبالكم بشرة من الدنيا أقول بشرة جميلة بقى وحنقولها في أول ليلة منها لشان يعني أنا عملت معاكم آخر بس تقريبا كنت بعيط بقى ومش عارفة أمسك نفسي من البكاء بسبب الحالة اللي أنا قلتلكو عليها جات بعد قابلتني بعد صلاة الترويح وقاعدت تبكي وتقول أنا لسه مش حاسة بلطف الله علي ولا بجبر ربنا ليه في رمضان زي ما بشوف مع ناس تاني وعيط بقى وهي تعيط يعني مش عايزة أقول لكم كات الدنيا النهاردة عايزة أقول لكم على بشرة جميلة 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 من نفس الشخصية اللي كده بتتصل بيا طبعا كل اتصالها بيا بكاء وفرح بكاء وضحكي هستيري الله عز وجل جبرني الله عز وجل جبرني طبعا إحنا بمخايصنا بتاعت الدنيا بنقيس الجبر بالأمور اللي احنا بنشوفها ولا ندري اللطف الخفي باسمه اللطيف خفي الألطاف الله عز وجل مخبلنا إيه ومعطينا إيه لكن احنا ما شاء الله علينا يعني عيوننا قصرة وبصيرتنا الله سبحانه وتعالى يوسع بصيرتنا يا رب ويعني يجعلنا من أهل البصيرة ولي ومش الناس اللي بنعطي نشتريت الله زي ما اتفقنا في الله في الأخير أبدا أبدا لا تشترطوا على الله عز وجل أنا بعمل يا رب كذا فانت عملي كذا يا رب أنا عملت كذا فأمنطق لا 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 ولكن انتظار الفرج من الله عز وجل اللي هو عبادة ده جزء فأنا كنت جاية بقول لك والله وفرحته ربنا جبرها ويعني بتحكيلي طبعا مش هينفع أحكي خصوصية المسألة اللي هي حكتها لي وكانت سبب بكائي وبكائها بالأسبوع اللي فاته وبعدين سبب فرحة النهاردة بسبب حاجة ان الله عز وجل جبر بخطرها ربنا جبر بخطرها يا مسلمين بأقل القليل ودي النقطة اللي انا حب أتكلم فيها انا كنت جاية تكلم عن ده ازاي ان الله سبحانه وتعالى خفي الألطاف يكرمك ويفرجها عليك من وسع والله سبحانه وتعالى يكرمك من وسعه هو سبحانه مش ببصرتنا احنا القصيرة بسبب ممكن صغير من حيث تحتسب انت ومن حيث لا نحتسب والجمال الجمال الجمال الحقيقي من حيث لا نحتسب الجمال الحقيقي بجد والله ممكن من حيث لا نحتسب حد بيقول لي هنا الصوت بيقطع ما عرفش يعني حد يأكد لي هنا يا جماعة الصوت أخباره إيه ما عرفش يعني شوفولي كده الصوت هنا على اليوتيوب أخباره إيه وقلولي طيب فطبعا الفكرة في الأول وفي الآخر في حاجة واحدة بس إن إحنا ما نشتريدش على ربنا ونظن في الله الظن الحسن ونعبد الله عز وجل لإنه يستحق العبادة أولا وآخرة وبعدين قد إحنا بناخد بالأسباب ده جزء ولكن يشاء الله في البس قبل مطلع البس بساعة ونصة أو ساعتين تجلنا رسالة في وفاة امرأة صالحة أحسبها والله حسبها وتعالوا شوفي يا معلمة لكتاب الله معلمة القرآن وزوجة شيخ نحسبه والله حسبه ولا نزكي على الله أحد من الناس أصحاب العلم الشرع من الناس نحسبهم يعني ربنا يثبتهم ويحميهم من الفتن اللهم أمين وإن الله سبحانه وتعالى يعني كريمهم بنطق الحق وأشهد لزوجها الشيخ يعني الشيخ سامح قنديل بالصلاح سبه والله حسيبه ولا نزكي على ما رأيتم منهم إلا كل خير الراجل أنا يعني صالح وشيخ وراجل من يعني محدثين أهل السنة توفاها الله صيمة في عمره تعتمر ما بين مكة والمدينة شوفوا الجمال بس تعتمر ما بين مكة والمدينة الدفنة والصلاة عليها غدا في مكة وإن شاء الله يا رب ربنا يرزقها الباقية اللهم أمين الله عرفش إزاي بس من غير الله أعلم تخيلوا بقى الختمة الجميلة دي ربنا عطاها صيام عمره يعني تبعث ملبية يعني تبعث يوم القيامة على نية العمره والإحرام ولبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يعني حاجة جميلة جدا وحاجة من الحاجات اللي الوحيد يتمناها أنا ساعتما سمعت الخبر على قدر ماء بكيت على خلق مولتي اللهم أكبر الله وأكبر على حسن الخاتمة الله أكبر على الخاتمة الجميلة إن شاء الله يكون زوجة رد عليها وإن شاء الله يا صالحها وفي عمره وصيمة ومابن مكة والمدينة وفي العشر الأواخر ما العرش الاواخر من رمضان واول ليلة واترية يا جمال هذا الامر يا جمال حسن الخاتمة وعدت ابكي واقول لي الاولادي يعني ابني اللي كان بيقول لي الخبر عادت اقول له يعني ادعيلي يا محمد ادعيلي بحسن الخاتمة وفعلا هو الدنيا العبنعية الاسموع اللي فات ربك يشفر خطرنا يا رب وطبعا احنا محتكين جبر الخطر عشان احنا مساكين وبشر ونعترف ببشريتنا يعني احنا في عوز وحاجة للطف ربنا وكرم ربنا وجبر ربنا يعني ده ده حاجة لا ننكرها لان احنا بشر ولا ننكر على انفسنا ابدا البشرية الامر وبشريتنا وانسان لا يعني خلينا نعيش مساكين والله احنا مساكين والله يا رب ولكن الاسبوع ده مختلف الاسبوع ده فيه حسن خاتمة الاسبوع ده صايمة سجد الله انا عايز اقول لكم حاجة يعني حد من الصالحين شعرف يعني ممكن نفتن على اسم ولا لا حد من الصالحين دايما يدعي اللهم انا نويت صيام النهار ده يا رب اعزمني عندك يا رب يا رب الا الا تكتب عندك انك عزمني النهار ده عندك افطر عندك والله هذا من الدعاء اللي كان بيقوله فحاجة جميلة حاجة جميلة بحسن خاتمة صيام ليس له جزاء الا الجنة قيام ورحة حاجة ويقع رحة عمرة قصدي وعمرة في العشر ومع زوجة ان شاء الله يكون يا رب راضي عنها يا رب اقوله امين الجمال ده فانا جاي اقول لكم عبد فقير انا والله جاي اقول لكم على بشرة يا الله يا رب اصلح لي حال قلبي يا رب بشرة من بشريات الدنيا واذ ربنا يشاء امر اخر انه يدينا بشرة من الاخرة بحسن الخاتمة يا مسلمات يا اللي بتتفرجوا علي يا مسلمات يا زوجات يا بنات يا رجال الا يهتز قلبك وقلبك كده يبقى مش قادر كده وحابب حسن الخاتمة مع الله عز وجل ايو الله حسن الخاتمة مع ربنا سبحانه تعالى ايو الله يا رب عايزين والله والله يا رب عايزين عايزين حسن الخاتمة وان ربنا يختم لنا بالصالحات ويختم لنا بالتقوة ويختم لنا بالقرب ويختم لنا يا رب صايمين بقى سجدين بقى مجاهدين شوها ده ما تفهموش هتيجي ازاي بس هم متصدقين على خير على دعوة افضل الاشياء والله ايوه عايزين كده احنا عايزين كده يا رب والله وانا اتمنى على الله زلك والله انا لما سمعت الخبر يعني اصر في نفسيتي قوي 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 ويعني واحد اهتز كده وكمان لما كرأت يعني سبحان الله بناتها اللي كانوا بيتعلمها كانت معلمة لكتاب الله وبناتها اللي بعلمه كذا وتعلمنا الخير وتعلمنا الكرآن وتعلمنا خير قول يا ربي اه ده ده امر جميل ولكن حسن الخاتمة كمان حسن الخاتمة رب احسن لنا الخاتمة بحولك وقوتك والعل ربنا عايزنا نبتدي العشر بالكلام ده العشر بدء من مبارح طبعا وانا ان شاء الله هطلع يعني مش عارفة انهي انهي قبسي فيه كل هاخده واطلع بيه اوريكو السماء والدنيا عاملة ازاي لكن لا جاوه مختلف مبارح والنهارده النهارده مختلف بس ايه يعني ايه برضو ايه خلينا يعني خلينا خلينا نتوكل على الله بلاش بلاش نناش وندعو الله سبحانه وتعالى ندعو لأم الأخت الفاضلة أمه مع زوجة الشيخ سامح أنديل ندعو لها اللهم اغفر لها وارحمها واجعل مسواها الجنة يا رب واقبلها عندك في الصالحين يا رب وبشرها بروح وريحان ورب راد غير غضبان يا رب اجعلها عندك فعليين يا رب اللهم اجعلها فعليين يا رب اللهم تقبلها في الفردوس الأعلى يا رب يسر لنا يا رب من يدعو لنا إذا صرنا إلى ما صارت إليك واحسن لنا الخاتمة احسن لنا الخاتمة يا رب يا رب يا رب يا رب أحسن لنا الخاتمة بحاولك وقوتك أنت اقولوا آمين يا رب يا رب يا رب أجمل بشر أجمل بشر على قد الفراخ صعب وهنعد ونعيط وأولادها وزوجها يعني فاجعت الموت ونما أصابتكم مصيبة الموت الغيبية الوحيدة اللي موجودة في حياتنا الموت الغيبية الوحيدة اللي احنا بنشوفها كل الغيبيات لا نراها الجنة الملائكة ما مؤمنين بيهم لكن لا نراهم مصدقين كلام النبي ومنتظرين إلا غيبية الموت موجودة وموجودة قدامنا أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يحسن لنا الخاتمة وإياكم وندعي دايما بأدعية اللهم أمين يا رب ندعي دايما بأدعية إن الله سبحانه وتعالى يرزقنا حسن الخاتمة وعفوه الكريم يحب العفو عفو علي الحاجات اللي عايزة أوصيكو بيها النهاردة وركزوا معايا عايزة أوصي أمور خاصة بدن وقلب أمور خاصة بلسان وقلب كله قلب لأنه مش هينفع لازم القلب يكون حاضر وأمور خاصة بالعزيمة بالهمة ونويانة في الموضوع أنا جاءة النهاردة أديكم مش عايزة أقول خطة إنقاذ يعني خطة الإنقاذ وأنبوبة أكسجين وتلفز جديد للرقة وتحط بقى على جهاز صناعي ولا جهاز عشان يحييك نجاتكو في الأيام الجاية ضاع اللي فات استغفر الله يا رب استغفر الله مش عايزة أقول كده بزع القوي وبحزن بالكلام ده ضاع اللي فات ضاعت الأيام اللي راحت ضاع العشرين تعالوا بقى تعالوا لسه في فاق لسه لسه تعالوا إنما الأعمال بالخواتيمة بص إيدكم ركزوا معايا في اللي هقولوا ده ركزوا معايا لعل نجاتكم لعل نجاتكم في اللي أنا بقول اللي عليكم ركزوا معايا شوفوا أول حاجة الصالة على وقتها هني الصالة على وقتها الغلط اللي بيحصل وركزه يا مسلمين يا بنات تقول لك يا العشل آخر عشان أقوم أجيب بقى وأتهجد وبتاع فاتنام طول النهار نضيع الصيام يعني يعني فين بقى فين إحساسك بجهد الصيام لا يعني لو أنت هتقيلي من الظهر العصر نملك عشر ده ربع ساعة ده أقصى حاجة تمام ده أقصى حاجة لكن ما نزودش عن كده ونضيع طول النهار نايمين وبعد كده بالليل خلاص لا يبقى أول حاجة الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها تصلي في بيتك تمام الرجال يصلوا في المزجد رقم اتنين ركزوا معاي السنن النوافق اللي ثبت يا السنن الرواتب اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه هي السنن الرواتب رقم واحد رقعتين الفجر ما هي الفجر دي الفجرس مسنه بعدين الصبح يبقى رقعتين في الفجر وأربع رقعت قبل الظهر واتنين قبلها ده ما ثبت المسنة المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أدي كده اتنين اربعة ستة واتنين تمانية واتنين بعد المغرب عشر واتنين بعد العيشة اتناش اتناشر سنة نافلة الرواتب بني له بيت في الجنة بس أدي كده ضام يبقى الصلاة على وقتها السنة النوافل بصوا الجمال صلاة الضحى ما تتسبش صلاة الضحى يا ابن آدم ارقع ليه أربع رقعات أول النهار اكفيك آخرة لو عايز ربنا يكفيك هم الدنيا ارقع أربع رقعات فينا صلاة أربع رقعات الضحى وأربع رقعات الضحى نبقى سلم كانت أربعة تمانية اتناشة طالع إلى ما شاء ولكن يا سبتة عن النبي سلم أربعة وصلاة أربعة ده أقل حاجة يبقى في الصلاوات يجتمع فيه قلبك نعم صلاة على وقتها السنة النوافر أربع رقعات الضحى وإيه كمان من الصلاوات صلاة التهاجد طبعا هتصلي التروح في المسجد تمام لكن الصلاة التهاجد دي بقى ما تتقطعش لو الرجال عندكم مسجد بيصلي تهاجد خير وبركة ما عندكمش مسجد بيصلي يبقى أنا بصليها في البيت من أول التلت الأخير ما بيبتدي وصلي صلاة التهاجد اتنين اربعة ستة تمانية عشر على حد واحد وعشرين رقع قدي الصلاة ما يدعوش وطبعا نختم بإيه يا جماعة نختم بصلاة الوتر وفيها الدعاة يبقى دولة الأربع صلاة اللي أنا عايزاهم منك اللي المفروض إن أنا ما سبهمش وحافظ عليهم ده رقم واحد رقم اتنين اللي هعمله بالثاني مع حضور القلب ايه أسكار الصباح والمساء كاملة وأقولوكم دلوقتي هنقول الأسكار ازاي والضحى ازاي يبقى أسكار الصباح والمساء كاملة تحصني لك ويبقى حتى أنت ذكرت الله سبحانه وتعالى بالأبعية المقصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده رقم اتنين من الأسكار الصباح والمساء بصوا فيه ذكر كده أسكار سبتة استنبق ما تتعدوش عليها هد بالألف في اليوم هد بالخمس هد برحيبكم بقى منها الاستغفار عايز من كل هم من فرجة ومن كل ضيق مخرجة يا رب يا اللهم أمين نرزقنا يا رب من استغفرك يا رب من جميع الذنوب والخطايا وسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لما أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعاديك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا صيغة سيد الاستغفار يبقى قدل الصلاة الرسول على السلام تكفي الاستغفار والصلاة الرسول على السلام يقفى همك ويقفى الذنب عايز ربنا يفرج عليك في كل حتة صلى على الرسول صلى على الرسول أنا بقولك هم طيب باقي الجزء اللي هو اللي خاص بالذكر إيه كمان إيه كمان في الذكر الدعاء 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 ما يعديش بعد كل صلى لو معكها بصوا هقولك المشكلة اللي بتحصل في الدعاء تقولك إيه ما أنا عارفة الأدعاء هدعي والله ما حتدعي طالما مش مكتوب قدامك ومعاكي ورقة مش هل وانا في دماغي يا حيروح يا بنت خلائخها تسدقين هياخدها الغرب ويطير خلاص وتنسي دعاء لا اكتبي أنا عايزة كزا النفس وعايزة كزا الأولاد وعايزة كزا البيت وعايزة كزا من النبع الصلاة وعايزة كزا من رب رسحنا تعالى وعايزة في الدنيا وعايزة في الآخرة الدعاء 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 اللي احنا بنقوله ومأسورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصنا به في العشرة دولة اللهم إنك عفو وانتو حب العفو يا رسول الله سيدة عيشة لا وجدتني ليلة القدر وافقتها طبعا انا عايز اقول لكم حاجات طحفة جدا جدا على موضوع لنت القادر السنة دي بس مش اقولها ان لما انتهي رمضان او اخر ليلة لصباح العيدة هقول لكم طحفة طحفة ان شاء الله بس نركز لان انا قلت لكم رمضان ده مختلف عشان خطري نركز علشان ربنا يكرمنا يا رب الدعاء اللي ثبت على الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انك عفو انت حبوا العفو عفو عنك عفو يعني لما لك هيسألك ولا ارض هتكتب ولا جوارح هتعمل ولا كلام خلاف عارفين يقول لك ده راجل شهم وده راجل له كلمته وراجل شهم وكلمته خلاص طالما قال هذا ما بيعيش يقول لك خلاص الراجل التأسف واعتذر خلاص او الملك من ملوك الدنيا قال كلمة وعافة خلاص ما بيرجعش ما بلك ملك الملوك ما بلق الله عز وشالله عشان خطري اللهم انك عفو تحب العفو لارض هتفكرك ولا جوارح هتشهد عليك ولا لسان هيقول فعلت وقلت استغفر الله وكذبت وفتنت وقسأت ولا الكلام ده خاص ادعو الله سبحانه وتعالى يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يكرمكم ويلهمنا وإياكم سواب ليلة القدر ساب كل الصلاة الله يتنزل في سماء الدنيا ليلة القدر ربنا سماء الدنيا وكل ليلة يتنزل الله سبحانه وتعالى هل من داعن هل من مستغفر هل من له حاجة انا يا رب والله يا رب انا ليه حاجة والله ليه حاجة كتير يا رب كدوالي كل واحد عنده كل واحد عنده من الحاجات ادعو ادعو ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وياكم قولوا امين داجوس نوتة كمان الجميلة جدا يبقى احنا عندنا ادي ذكر اذكر الصباح والمساء عندنا الاستغفار والصالح وصعى السلام وبص الدعاء الجميل ده وقالوا وحسبنا الله سيوتينى الله من فضل انا الى الله راغبون حسبنا الله سيوتينى الله من فضل انا الى الله راغبون هاتوا بقى قولوا برحيوكو يا ذا الجلال والاكرم نص حديث النبي امسكوا كده امسكوا كده امسكوا كده افضلوا ادعو 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 يا زلجلال والاكرام يا زلجلال والاكرام يا زلجلال والاكرام اكرمني يا رب اكرمني بكرمك يا رب عزنا الله وبسأله بالكرم بكرمه احنا مساكين بكرمك يا رب يا زلجلال والاكرام يا رب ده جزء يبقى دي الذكر طيب اين حاجات بقى اللي ما تتقطعش ولو اثرت فيها القرآن لو انت مجتهد شوية حبتين وسمعت الله يبدو يلا بقى خلاص خدتنا الحمية جري جري على القرآن اختم كل ثلاثة كل ثلاثة يعني انا هاخد خمس تجزاء في اليوم يعني بعد كل صلة جزء هنجتهد شوية ونعمل هتعمل ادي كده عشر تجزاء اصلا هاخد جزئين بعد كل صلة هاختم كل ثلاثة ايام هاختم كل ثلاثة وانا خدت عشر عشرين ادي تلاتين طب ممكن اختم ختمة ممكن اختم الختمة لو خدت تلاتة جزاء في اليوم تلاتة جزاء يعني اقولي كده هبدي عادي الحزب هاني ستة اقول مسلا ماشي ستة هدي صلوات الخمس صلوات بعد كل صلة حزب واخدوا في القيام حزب مسلا يعني لكن في ناس مكتهدة في ناس مكتدة ومش عايزين تمشو على اكتهدوا اكتهدوا اياما معدودات هتخلص منقولوا والله بعض يا رمضان مع السلامة يا رمضان لا احنا عايزين نخلصوا ان شاء الله طب انا ما عملتش في البداية تعالوا. مستمعتوا اللايف ده تعالوا. تعالوا. تعالوا في فرصة والله. حتى اللي قصر في فرصة. والنهاردة ليلة جميلة واتريا ليلة واحد وعشرين. وان شاء الله بإذن الله انا مرة عملوكم كده في اخر عاجة كده في رمضان. اقول لكم يعني ايه حالي مع الليالي بتاعة رمضان. اقول لكم الليالي كانت بتيجي ازاي. فانا مش عايزكم تقصروا. ومش عايزكم تيقاسوا. ومش عايزة اللي بقول او سانا ما بعملش او سانا ما بسويش او سانا كزا. فمو لا يسيبكم الكلام ده. تعالوا. مغابة من حضر. مغابة من حضر. اللي جي متاخر احسن من اللي مجاش. تعالوا. والاعمال بخواتمها. الاعمال بخواتمها. تعالوا. دوت جزء. طيب. اه في جزء خاص بالتدبر انا اعرف مسلا ناس يقول لك ايه? انا ممكن ااخد صورة في العشر تيام الاخارة. اقرأها وتدبرها واحفظها ماشي يخده. في الناس بتاخد ياسين. في ناس بتاخد الدخاء. ناس بتاخد تبارك. يعني براحلكم. وفي ناس تقول لك اخذ ثواب الكراءة لان الثواب الكراءة برضو عليه ثواب. فاجمع ما بين الخيرين. تمام كده? الدعاء. الدعاء والمناجاء. احنا اتكلمنا على المناجاء وقلنا ان المناجدية تنجيك. مناجاء يعني بحكي ربني يا رب يا رب حصل لي وقرأ لي يا رب يرضيك يا رب ويا رب كذا يا رب. اما الدعاء فهو الدعاء المقصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم واختاره جوامع الدعاء. جوامع الدعاء مسلا اللهم اننا سألك من الخير كل كل ما سألك عبدك ونبيك محمد وانا اعوذ بك من الشر كل كل ما استعاز بي عبدك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام. ونبتدي ندعي وناخد ونشوفه بقى الليستة. عشان خطر اكتبه. اكتبه ماتعوش في الغلطة دية. اكتبه انتو عايزين ايه? وهاتوا الورقة جنبيك وكده واتضلك رأوا بياه. انا اعرف اخت مسلماني ورقة. ونسخة منها طبعا. يعني بعتها. والنسخة التانية موجودة في وسيتها مع اولادها. اتفنوا الورقة دي معي. حطوها في كفني مع ربنا سبحانه وتعالى. قديمة وتعالى. والبهدلة تقول لك بقالها خمسة وعشرين سنة. حلو. قاله البلاء. بلاء خمسة وعشرين سنة ده حاجة جميلة. ده الله سبحانه وتعالى يكرمنا يا رب وياكو يا رب اللهم امين. فمش عايزاكم تيقاسو. ومش عايزاكم تقولوا لا ما خلاص. لا. تمام. طيب. جزء بقى تاني جميل جدا عايزا اقوله. بترتيب الوقت. صلاة الضحى. طيب انا ممكن عملتها خلاص قلنا اربع اقرأ اربع 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 رقعات. انا ممكن بقى زي الحسن الخطمة الاختة. زوجة الشيخ سامح الاختة. امم عوية حملة لكتاب الله. اللي بتحفز قرآن وتعلم الناس القرآن وتعلم الناس خيركم. خيركم من تعلم الله القرآن وعلمه احسابهم والله حاسبهم ولا ازكع الله احد. عمرة ماتت وها بتاعتمر. وهي فطرقة للعمرة يا بغت يا والله الواحد كله بقول قلبي يا رب رزقنا حسن الخاتمة يا رب رزقنا حسن الخاتمة وربط على قلوب اهلها يا رب اللهم امين. تمنت عندك اهو. حجة وعمرة تامة 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 مع رسول الله صلو عليه. عليه الصلاة والسلام. اللي صل الفجر اقعد في المسلق. ما تقوميش. اقعد في مسلق. اقعد في مسلق وصلى على رسوله على السلام. اعمل ذكر. اقرأ قولي الاسكار احضر درس علم. ما تقومش الا لما وقت خلص الضحى جيه. تقوم بتسيب طبعا ربع ساعة وتتساعة وبعد كده بصلي رقعتاي الضحى حجة وعمرة تامة 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 مع رسول الله. وبفكروني اقولوكو حاجة حصلتلي على موضوع الحج والعمرة ده. ده الله سبحانه وتعالى يا رب ينجينا اللهم امين. اللي مش قادر يروح واللي مو نعمل مرواح واللي ما معهوش مخدرة مادية هيعمل حج وعمرة ويعمل عمرة في رمضان. عمرة في رمضان اللي بيصع اللي بيصلي الفجر. ويذكر الله سبحانه وتعالى حتى تشرق الشمس. اللي هو وقت الضحى. وقوم اصلي بعدها رقعتاي الضحى. خد سواب حجة وعمرة تامة 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 مع النبع السلام. عايزيني بقى اذكر من كده بقى. بالله عليكم بقى. عايزين ايه? يعني بلاش بلاش نحرم نفسنا من الخير. بلاش نحرم نفسنا من الخير وكزا واحنا ما عندنا هوت. طيب ده جزء. جزء التاني الجميل. يبقى انا عندي حجة وعمرة تامة لو انا قعدت من ده. يبقى انا صليت. عملت. طيب ايه يعني اعمل ايه في ليه? من اول مدنة. هتتعب و هنتعب. اه طبعا الحشال مش هيتعب. اللي جسد. ولكن التعب رايح. والله التعب رايح. ولا يبقى الا الاجر. وهتروحهم والفجر يطلع وحناموا وبعد ايه ونسحوا. هاي? وهيبقى الاجر. كده. وراح التعب وراح التعب. فاجهدوا نفسكم بالامر ده يبلغنا ليلة القدر واي اخو يا رب. زمان زمان علي رحمة الله جدتي كانت تقولي ايه? اتفتح لها طاقة الادر. ولا يعني ايه? تقولي ده طاقة يعني. ايه يعني نور يعني. ولا. يعني ايه قيتلي اي دعو مستجابة. تخيلوا انا بقى محضرة لست الدعاة. واعد اقول 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 كل يوم. والح على الله. شانا قلتلكم في اول. البس. صوتها بس وهي بتكلمني. بتقولي هتنزلي واشوفك وبتاع قلتلها يا عادي وليس هذا واحد. ما ليه قاعدة مع نفسي في مصلايا. اشوفه لو قدرت انزلكم وانزلكم. قلتلي طب اسمعي. وامي جاي لا للخير. اسمعي وتلها اسمع. جبرني 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 الله عز وجل اعطاني لو جبرني الله جبرني الله جبرني الله عز وجل. وهذه دنيا. والاخت اللي توفاها الله اخرة. جبر في اكتر من كده. في جبر اكتر من تبعث عند الله ملبية صائمة. راحة متفلص سبحانه وتعالى ببين مكة والمدينة. بقدر نظر عن وجع الدنيا. بقدر نظر عن وجع الدنيا اللي هو وجع فقد الفقدان ذات نفسه. قال سيبهم الله حسنان خاطمة يا رب الله مامين. وما انضيعش ما انضيعش ابدا. انا بقولك اهو. ما انضيعش ابدا على نفسك خير. واحنا ربنا اه عطينا خير كبير. الله سبحانه وتعالى بجد عطينا خير كبير جدا. الحشر فرصة. كأن والله يعني واحد بيتحرج والله. يعني ما انضحش الاوائل. طب ما انضحش اولينا من رمضان. طب ما انضحش الترويح. طب ما قسرت في القراءة. طب ما كنتش بتعمل. طب ما كنتش بتدعي. تعالى. كأن يعني هتاخد ثواب هتاخد ثواب. غزبا عنك حتى لو انت مش عايز. هتاخد ثواب هتاخد ثواب. الله سبحانه وتعالى يكرمنا. ويعطينا وإياكم. اخر حاجة وسكوا بها في العشر. طلع صدقة كل يوم. كل يوم طلعه. والله لو جني. والله لو جني واحد. ليرة. دينار. دولار او اللا دينار. اي حاجة. ده ما تضيعش. دي اخر حاجة. يبقى الصلاوات. الذكر. القرآن زى ما احنا قلنا ترتبها صلاة الضحى. حجة العمرة التامة معنا بيه. الدعاء تقب تسبح. تعبت استغفر. تعبت من الصلاة اقرأ. ما يشوفكش ربنا ولا الله. بصوا. عشان خطري. الله سبحانه وتعالى واتطلع عليك وعلى عملك. قرر الله من نفسك خير. خلي ربنا يشوفك. تعبت من الصلاة ومكرأ. تعبت من الكراءة سبح. تعبت من التسبيع استغفر. بتعودش فاضي. بتعودش فاضي ابدا. طيب وده اللي بيصلي وبيعمل وبيكرأ كتب. وإن الحائد ومش عارف يعني ما ما تكرأوا الكرآن من المسحق. ما من الموبايل. هاتي هاتي تفسيره فيه بكزا وكرأ. وفيه ناس تقول لك مقصود بالنجاسة نجاسة جاو فيها. ايا كان الاختلاف لكن في حلة وفيه فتوى انه ينفع ان انا اقرأ الكرآن وانا حق ينفع فيه فتوى كده. وعلى. طب وانا بسمع فريد انا واحدة اصلا بسمع ومحفزة او انا بسمع وانا حائد ما سمعش. ينزي يعني. طب انا اقرأ من اللي انا حفزها والله لو انتو حفزة اجزاء كتيرة ديك هتجيب الخمستاشر والعشرين جزء اللي انت حفزها هو. هيكون خلاص الايام عملتها. طيب مفيش هاتي الموسحق هاتي الموبايل يا بنت اقرأي مني. اقرأي مني. اه هي اسكر السباح والمساء انا اقرأ من القرآن. في تفسير بحيث ان انا اطلع برا الامر ده تماما. لان ما ليش انا في الفاتوة لكن اطلع برا من القام اتنين اقرأ من الموبايل. ما فيه. اسكر السباح والمساء. اسكر كلها قرآن يعني. يعني. النقطة دي. النقطة التانية الحائد. تعالي وقت الصلاة اسمع اللي بقولك عليه. تعالي وقت الصلاة. تودي وروح يقعد في ومصلاقي صلى على رسالة السلام الف. ما تقطعيش نفسك من الصلاة. انا بقولك وما تقطعيش نقمش مثل الصلاة اللي هي الفرد الصبح والدور ولكن الصلاة على رسالة السلام. وقت الصلاة كأنك في مصلاة والعودية وصلى على رسالة السلام مستغفرية واعملية اقوم. هاتي الف 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 من كل ذكر ويا الله تعالي اقوم. ادعي ربنا كأني كأني فز بعد الصلاة. ادعي ربنا بالادعاء والورقة معاي اللي فيها مكتوب فيها. ما تغلطوش غلطة التذكر من المخ ده. ما تغلطوش الغلطة. الا الناس. انا بقول لكم عشان انا عارف. الا الناس اللي لها حل في الدعاء. وده ثابت السنة كلها. تك 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 تك. مش احتاجها ورقة. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله تدعوات كلها بتيجروا بعض. لان هي مرسة ماهو. كل يوم بتدعبين. يبقى معايا. معايا. يبقى انا كده وقت بتوضي بقى اطفة مصلاية عادي. واستشعر بس معنا بصلى على رسوع السلام. اقرأ قرآني من المصحف في تفسير. يعني مصحف فيه مكتوب كلام جنبه تفسير عشان نطلع برة امر ان انا امسك المصحف. او من الموبايل. ادعي رب رسبحانه تعالى من الدعاء. اتصدق وادعي وساعد وهكذا. اخر وصية اوصلكوا بها في الامر ده سواء كنت حائد او غير حائد من فضلك. ومن فضلكم. محدش يوقعك في غلط ولا معصية ولا يوقعك في مش بس غلط ومعصية يوقعك في لغو او 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 الفاظ او سب او لعل او شتاء. حاولوا بعيدوا برة القصة دي عشان خاطر. بعيدوا برة واي حد لكم كده عرف الشيطان مسلطوا عليه. اه الشياطين الصغيرين اللي متسابين دول ما هي المرضة متصفاضين. لكن الشياطين دولت اه عامل لنا قلق وقعدين. لا. ما تسمحيش للكلام ده. يبقى احنا اقول اكتر من سبع حاجات. نلتزم بهم في العاشة دول وسهلين. وسهلين عشان خاطر سهلين. ما تضيعهمش بالله عليكم. ما تضيعهمش. واقول يا رب. انك عفوث وحب العفاق فعال. انا هزود طبعا لاني دي كات رسالة. انا اي حاجة بتحصل بتبقى رسالة. بحيث انها رسالة من ربنا ولازم تعتبروا الكلام ده. وكلامي لكم نهار ده رسالة. احنا كنا جايين نتكلم بقى عن دواعي الامور وهذه الجاء. لا هتتلع اخرى خالص. حسن الخاتمة يا رب. والله احلى حاجة افضل شي انا. افضل شي انا. لماذا ؟ لان انا حموت على ما عيشت عليه وادعو الله سبحانه وتعالى يصلح لنا وإحنا أمرنا في الدنيا نعيش على خير نعيش على خير وادعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا وادعو الله سبحانه وتعالى يتقبل مننا وادعو الله سبحانه وتعالى يبلغنا ليلة القدر وصاب ليلة القدر والتعاد في ليلة القدر ولا يضيعها منا يا رب ومش بس عشان ليلة الكرمعينها حاجة جميلة يعني ما تستهنوش بيها عشان الله سبحانه وتعالى في كل وقت وكل حين الله سبحانه وتعالى في كل وقت وكل حين الله سبحانه وتعالى يتنزل لسماء الدنيا يسمع هل من تائب هل من مساء حد له حاجة أنا وقلوا كده إحنا يا رب لنا حاجة عندك يا رب أكرمنا بيها ويكرمنا يا رب بأن إحنا نبقى رايبين منك وأن إحنا فرحابك قلوا لكن نبقى كده عامنين وفاز من فازوا إحنا لا استغفر الله اوعوا استغفر الله نكون من اللي ما فازوش في رمضان استغفروا الله قوع نكون من الناس اللي مفزتش في رمضان خبه وخص ان شاء الله مش احنا ولا نضيع الليلة ليلة جميلة 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 تمام ما تنسونيش انا كمان معكم في الدعاين سوف لها تدرب سكينة يا خالص نسونيش معكم في الدعاة يا رب وكل للناس وكل اللي امننا وكل اللي بيقول امين اللهم امين يا رب الليلة ليلة جميلة جدا وهطلعكم بره دلوقتي تتفرجوا يا رب بس الموبايل يعرف يجيب شكل السماء من الناس يا رب الله سبحانه وتعالى يعني يكرمنا برضو مش عايزة اطول معاكم لكن احتسبوا عايزة اكون النية وانتوا قاعدين بتسمعوني انوا ان ده مجلس ذكر تمام مجلس ذكر الحائد طب ما انا قلت الحائد يا بنيا يا جميلة الحائد الحائد تتوضى عادي عادي احنا وانا عادي عادي الوضوء حلو على فكرة وبيخفى حدة الارواح والغضب وهكذا نتوضى وتصلي على رسالة السلام وقت الصلوات عادي صلى الله 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 صلى عليك بك يا رب اعتق رقابنا اعتق رقابنا رقاب أبأنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا يا رب والمسلمين أجمعين من النار اللهم أمين ادعو يا أخيات ادعو يا ناس اللهم انك عفو تحب العفو عفو عن existem يا رب من له حاجة اقسمنا عليك بك وبحق حبك في رسول الله عليه الصلاة والسلام من كان له حاجة قضيها له يا رب اقضي له الحاجات يا رب قوين على انفسنا والشيطان والدنيا والهوى اللهم كفنا يا رب بشر الناس اكفنيهم بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا يا رب احسن لنا الخاتمة 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 اجعلنا من اهل القرآن اخفر لنا يا رب محل بيننا وبين القرآن اجعلنا من اهل القرآن اجعلنا من الحاملين القرآن العاملين به احنا واولادنا قولوا امين قولوا امين يا رب خلينا بسرعة 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 حبيب يا حبيب الله يفتح بيكم يا رب الله يفتح بيكم يا رب خليني بسرعة اخذ ناس من هنا مش هتطول بقى عشان تقوموا وتصلي تقوموا تصلي وتدعووا لي عارفين ده الشرط يلا ناخد ناس من هنا وناس من هنا يشتركوا معنا معنا رانيا عواد وعلا وبناتي ومنال يلا استعدوا منال معرفش لايه يلا يا منال منال الشيخ منول الناس اللي قلت بسماس هتخدهم بعدي هتخد كنتوا حايا دلوقتي يهون استعدوا ان شاء الله يلا يا منول سلام عليكم اللهم امين يا دكتورة انا تلت سنوي ادعي لي طيب خليني طيب منال عملت افسد خلينا امين معنا لبناء معنا محمد ازاي اكون ام صلح طيب طيب عايزين دلوقتي اجاوب على السؤال الام الصالحة دي طيب خلينا اقول لكم قصة احد الامات الصالحات مين ام الامام الشفاك كل مرة ان شاء الله كنت انا وعمل لكم سلسلة عملنا عملنا حلقات قبل كده في كذا ام وكلمنا عنهم وقدقوا ان هم كانوا صالحات وعملوا عنها لكن خلينا اكلمكم الحتة دي وحذروا الناس اللي عاملة ابروف يطلعوا اللي مش لقا بحجابه يطلعوا عشان يسيب فرصة لناس التاني في تسعين حد دلوقتي وهاخد منكم حاضر خلينا اكلمكم على ام الامام الشفعي بصوا يا بنات ام الامام الشفعي امرأة تزوجت هو من غزة الامام الشفعي هم مولدين في غزة ولكن هو هاشمي يعني من الى البيت وتوفى زوجها وابنه عنده سنتين واصلا زوجها كان فقير لهو ابو الامام الشفعي توفي وعنده سنتين تمام ابو ما كانت دردق فبالك امه ها كمان يعني الام ملهاش مصدر دردق ارملة مفيش مصدر دخل الواد يتيم معاها سنتين وبشانات كتيرة تتجوز وحد يصرف على ابنها تعود وتعمل ولا نعرف ايه ابد دي الام الصالحة الا ان يكون ابنها ده زوجها خدته وراحت مكة خلاص لقى عشر طبايا هناك ما هو ايه من مكة اصلا اهلهم وراح يتمكن يتعلم القرآن لكن فقراء فقراء فكان الشيخ اللي توديهم آآ علشان يحفظ عنده كان الشيخ يراعي الناس اللي ايه اللي بتدفع ويسمع للناس اللي بتدفع الناس اللي ما بتدفعش الاطفال اللي ما بيدفعوه شاومش بيحفظهم زي الناس التانية الاطفال التانية فقال لي امه قلت له شوف حد من اللي بيدفعو للشيخ قعد جنبه واسمع الشيخ دول ايه واحفظ معاه قاعد يبقى يعمل كده. وزي الشيخ ما بيحفز صاحبه اللي جنبه وهو كمان يحفز معاه هاحفز معاه. لحد الشيخ ما في مرة غاب مين يحفز العيال? الامام الشافع. قال له بس. انا بغي انت تعمل. اللي ايام اللي انا غير فيها انت حفز بدلي وانا احفزك الكرآن. وها كان. ختم الكرآن على سبع سنين. بعد ما ختم الكرآن آآ يتساب لأ. قالت له خلاص. انت دلوقتي تتعلم الحديث. قعد يتعلم الحديث لحد سنة تلاتاشر سنة. من مين? من الامام مالك. قعد في الامام مالك خد الحديث كلها. حفز مقطة الامام مالك وراح قعد عند الامام عشان ياخد الايه? آآ الاحاديث من الامام مالك. كان ساعتا الامام مالك وابو حنيفة مدرستين كبار جدا جدا. وبعدين درس علوم اللغة. تسيبه ما سابتوش. راح فين? راح تعلمه علوم اللغة من البادية. مش بلاوة والدوة والصحرة ومع الباد والعرب وبدي وتوتا ونونا وساتوتا ويا حبيبي ولأ ومش عارف. تعلموا اللغة. لما سمع بس ان سبب خلاف الامة وغيابها عن سنة النبع السلام وغيابها عن القرآن والاختلافات تمتصن كذب عايتها بقى الفكر الشيع والفكر السني وكانت الدنيا هياسة برضو كذفتها نعامي. فا راح تتعلموا اللغة لحد ما حافظ عشر تلاف بيتش من شعر الامام الشافعي. وجاي يقول لك يسمع ناس اهل اللغة يسمع الاصمعية كان اصلا بياخد من عند الامام الشافعي. فلما بيقول لك ما كانش يغلط غلطة واحدة في النهاية. وتعلم الكرآن الحديث اللغة الفقه. اه كان مدرستيني كبار بقى. درس الفقه المالكي ودرس الحديث ودرس الحاجة وقال له يلا انت روح اه 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 افتي في الحرم. ان شاء الله شيخ يقعد في الحرم يفتي وكان سنه كام كان صغير سبب وكملش لسه طوان عشرين سنة. لا. لا. راح يتعلم العلوم. ويتعلم العلوم من من اصحابها ذاتهم. ويسافر كل بلد ياخد منها العلم. لحد ما وصل لمصر طبعا هو قعد في بغداد. راح بغداد. وخد العلم من هناك. وخد الفقه من هناك. وهو فقه شافعي. وكتب كتاب الرسائل اللي لكل الامر. كتاب الرسائل بتاع الامام الشافعي. واصل ازاي العلوم. واصل المداخل. وطبعا اول كتب الفقه كانت للحنفية. ولكن الاول كتاب انكتب في الاصول وهكذا كان الرسائل. هو كتاب معتبر طبعا. وبعدين. وبعدين. يسكت بقى له. كان ساعتها في بغداد كانت طبعا الفتن بقى وكانت الدنيا هيسا. وكان صاحب الفقه ذات نفسه اللي هو كان الفقه الحنفي. كان اللي هو صاحب الامام ابو حنيفة اللي هو ابو الحسن. مش اكرا اسمه ايه ابو الحسن ده? او حسن حاجة. اه هايسب ابو الحسن او مش فاكر الاسم زحغيه ولكن هو في حسن يعني. كان يجيب العلماء اللي كانوا يتكلمه هو كان بيفتي في اليمن واقعد في اليمن. وراح اليمن يخبر منها العلم. قالوا له ده في فيلم. جاب اتنشر امام معاه. عشرة قتلوا. لحد صاحب الفقه تعبو حنيفة ده قال للهرور الرشيدي هذا محدس. يبقى محدس الام. فترة. وعطاه فلوس وعطاه مال. شعر تبقول لك كم الف ولا خمسين الف دولان صرف عليهم وامه اشترى بيت ولها وتزوج وجاب عيلينه وبعد كده راح الفقه. اسس خلاص الفقه في بغداد. في العراق. وبقى طبعا كتهسها كبيرة في العراق. جمع اهل السنة كلهم. الحمد لله. راح مصر. يعني من فتاوى الامام الشفع الخديمة ان من قال اه طلقتك سلاس فهي طال. اما جيه مصر قال لا. الكلام ده مش هنفع مع اهل المصر. هنفع مع المصرين الكلام ده. قال لها عليها الطلاق بالتلاتة مع عليها. لا تحسن طلقة. غير الفقه بتاع بسبب مصر. فلا حد ما بقى مين بقى الامام الشفع. كان رايح الهند. قال بقي مصر والهند. توفاه الله طبعا ما انحقش روح الهند ولكن اسس من الفقه على حسب الكتاب والسنة. لما يكون عايزة يكون ام صالحة اتبع النهج ده. العلم الشرع الكرآن 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 الكرآن. ما زاحة ما شيء الا باركة. الكرآن ما زاحة ما شيء الا باركة. نتكلم عن السيرة الحسنة والخلق والطائف ربنا سبحانه تعالى. والقرآن تعالى ما اقول لكم على حاجة. تعالوا. وبالمرة. فاكريني الترند اللي طلع الاسبوع اللي فات. المشهد اللي اتشاف مليار مرة في مدة زمنية وبقى ترند. الشيخ وليد الهساسة والمهساس بتاع الجزائر. وهو. وهو بيصلي. والقطة. واهم ازاي. وشيخ مقطة ايوة طبعا. كل الفلوس اللي اندفع لتشويه الاسلام والمسلمين والمشايخ مجهد لا يتعدى دقيقة. غير الفكرة. فسينفقوناه ثم تكون عليهم حسن. انفقوا زمنتوا عايزين يشاء الله. شوفوا الايات بتقول ايه? قل. فلله الحجة البالغة. ربنا له الحجة البالغة. خلوا بالكم. ولو اشاء الله هداكم اجمعين. اشاء ربنا ان الاية دي. يسمعها مليار واحد على الكرة الارضية. ما دي من لطائف الخفية. يسمعها مليار واحد على الكرة الارضية. ويتبدأ الناس هو الشيخ ده بيقول ايه? ان تطلع القطة فيه سلام. طبعا ما شاء الله علينا احنا مش عايز افطروني احطي لكم حاجة على الصلصور بالمسلم. وتطلع القطة فيه سلام. وتقبل الشيخ يا ابو ايه السلام ده? ايه اتطل جميلة العسولة دي? وتقبل كل ايه سلام. هو الشيخ بيقول ايه? اللغات للناس التانية. هو ده بيقول ايه? وتجبها زعت السين من انه وتجبها مش عارف ايه ويجيب ايه الشيخ وكزا وكزا وكزا. ومع دول بس تعال وشوفوا الاطفال هم حواليه ويطبط مع الاطفال ويه كزا. ايه الاية? اه? توصيل دعوة ربنا سبحانه وتعالى. ونقول ويا رب ونكتهد ونعمل ومين? ونوصل لدين. ايه؟ نعلم الاسلام للمسلمين من جديد. والله بنعلم الاسلام للمسلمين من جديد. ونعمل كزا وتبصت لايه? يا سبحان الله جاء بعدها ايه اللي حصله? انا نزلنا الذكرى انه نزلنا الذكرى وان له لحافزه. دعوة ربنا ستبلغ بينا او في غيرنا. خلونا على يقض من هذا. دعوة ربنا ستبلغ بينا او في غيرنا. انا سبحانه وتعالى يارب يجعلنا ممن يدلون على الله. اللهم امين يا رب. وممن يبلغون عنك الاية يا رب وببلغون عن رسولك الاحاديث يا رب. وبحاولو ونفتح لنا قلوب الناس يا رب الحبك ونحبب الناس فيك ونحبب الناس فيك يا رب اللهم أمين بقى آية والناس تسأل تسأل وترجمو لنا الآية دي بالإنجليزي وباللغات الأخرى وهكذا ترجمنا مليار مليار أعوذ بالله السلام عليهم الشيطان الرجيم أعوذ بك ربي من همزات الشيطين وأعوذ بك ربي أين يحضرون تترجم ولله الحجة قل فلله الحجة البال الله أيوة أنتم بتدعونا وتخرصونا وتكذبون وإيه اللي بعدية لله الحجة البال وإن مشاء الله سبحانه وتعالى لهداكم أجمعين مش القطة مش عشان القطة الآية الآية الكرآن ما زاحم القرآن شيء إلا بركة ياللي بتسأل عايزة تكوني أم صالحة ديك عندك مثله أم الإمام الشافعي ولطائف ربنا الخفية وعلم أولاد دايما قول الحق التبليغ عن الله عز وجل استغلال الفرص بلغوا عن ربنا ينبكوا سواء بلغوا عن ربنا قولوا قولوا يا رب يا رب يا رب اجعلنا ممن يبلغنا كتابك قولوا أني أنتوا شايفين الأمر عامل إزاي؟ شايفين الأمر عامل إزاي؟ بالقليل والله بالقليل أدعو الله لنا ولكم بحسن الخاتمة قولوا ربنا يعفو عننا وكن يا رب ليلة مباركة بداية العشر علينا يا رب أعلنا على الصلاة والقيم والقرآن فيها يا رب أقسمنا عليك بك يا رب أعلنا على الصيام والقرآن وأعلنا يا رب على صلاة التهجد والدعاء ولا تحرمنا فمن خارماها فهو محرم يا رب فلا تحرمنا أبدا يا رب لا تحرمنا بحق حبك في رسول الله لا تحرمنا يا رب لا تحرم ما هذا؟ ما هذا؟ الناس التي تتحدث على الناس التي تتكلم على أقولك أنا ربنا أستجيب لي أقسم بالله أستجيب وقل لكم من أسبوعه بس الإلحingers على الله يهربَ يهربَ يهرب يهربِ وأنا شهار تنوفل من الرحمن على اليوتيوب الأسبوعها اللهم ظل عزوجة ظل عزوجة صالحة ولكني أقول Intelligence للأتقم بالحكرة فلوس، 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 فلوس الرحمن يقول fiz lasals الجنة. قالوا فلوس فلوس فلوس. قال الجنة جميل. نعم حلو. قال الجنة. قال الفردوس. فلوس فلوس فلوس. وقابوه بعد كده مصورين والله عز وجل منه عليهم. سبحانك يا رب. ادعوا. ادعوا بخير الدنيا والاخرة. تسألون عظيما. عظموا المسألة. تسألون كريما. تسألوا من خزائنه ملأة. والله لو اجتمع اهل الارض كلهم. اهل الارض كلهم. علشان بس. يسألوا الله عز وجل من ملكه. وعطاهم ما نقص ذلك من ملك الله شيء. لو اهل الارض كلهم سألوني مسألة رجل واحد يسف قدس عن الله عز وجل. ما اعطاهم ربي إلا كما هينقص ده زي ما ينقص الابرة المخيط من البحر. تطلع لو حطيت ابرة البحر وتلعجت هتنقص من مية البحر هتنقص. هو ده. ده اللي احنا محتاجين. ده اللي احنا محتاجين. ان احنا ندعو احنا موقنين بالاجابة. ندعو احنا في قلوبنا كلها لله عز وجل. ندعو ان الله سبحانا تعالى يكرمنا ويا رعصينا وكل ما. تماما. بو coworkers تدعونا وندعي لكم. بوصيكم تدعونا وندعي لكم. ادعو الله سبحانا وتعالى لنا وليكن بالخير. ادعو الله سبحانا لا. يا فايسل يا فايسل انت مضحكي هذا الله يا ابن يارزقك بزوجة صالحة يا رب اللهم امين والناس اللهم امين يا رب كل من كتب لنا على الله في العيز زر يا صالحة اللهم اسألك يا رب ان تعطي كل يا رب من بأزوجة من من نفسها في ولد يا رب وانت الشخب اسمك الوهاب حولك وقواتك ارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه ارزقهم ولدا صالحا مباركا يا رب ولدا صالح معافل جسد ومعافل بني ومعافل حامل لكتاب اللي عامل بي يا رب اللهم امين اللهم ارزق كل من وصنا وكتب لنا انهم يا رب يحسن لهم القطيم احنا وإياهم والمسلمين ومن يعفى عنهم احنا وإياهم يا رب واعتك رقبتنا يا رب واعتك رقبتنا يا رب اقسمنا عليك بك تكتبنا النهاردة من اللي اعتقت رقبتهم يا رب يا رب يا رب نسألك الرزق حلالا طيبا مباركا فيه يا رب نسألك العفو نسألك العافية نسألك القربة الأنسى الحب اللهم امين. استعدوا. يلا هناخد بتاعي يا ربا تسعين. تسعين ليه? تسعين حد ليه ببعد. خلينا ناخد. طيب. آآ مونة. مونة تاج. يلا يا مونة. معانا هو. يلا يا مونة. السلام عليكم. رحمة الله بركاته. الدكتورة ممكن تدخليني. آآ ناين وان وان. حاضر. ناخد من هنا. مونة وبعدين ناخدكم ان شاء الله بعدية. يلا الناس تلبس حجابها الله. اسلام عليكم. عليكم السلام عليكم. حبيبتي. حبيبتي. ادزك يا مونة. انا فرحانة اوي. انا نتزالي. عبيبتي يا ربنا جدا. انا وبحبك جدا جدا جدا. والله يا دكتورة. ا uda حبيبك الله. ردي عنك يا مونة وجعلك من الصالحات يا ابنتي يلا واحد تكلمين. يعني يا مونة. يا رب يا رب ادعيكم. انا من منشاط الاناطر. 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 الله جميل يا ربنا يبارك فيكوا. كل سنة وتطيبين. وايام جميلة مفرد علينا. يا رب ادعيلي. ادعيلي لاني انا لقيت نفسي حامل في اول يوم في رمضان. الحمل حصل في اول يوم في رمضان. يا رب. يا رب. يا رب. يتملك على خير. ويجعله يا رب حمله مبارك خفيفا. ويجعله ولدا صالحا يا رب. يحب الله عزاله ورسوله. يعينه. يا رب. يا رب. يا رب يا رب. كل الناس اللي على الله يتأمنوا يا رب يا رب يا جعله. والله امين. امين يا مونة. يا رب انا بحبك قوي والله العظيم يا دكتورة. بحبك قوي. ادعيلي. ادعيلي. من شهر. من شهر حصلي قدر كده. حمدت ربنا عليه والله العظيم يا دكتورة. كنت دخلة اصلي العيشة. وانا دخلة اصلي العيشة ما خدتش بالي. ودخلت ابرت خياطة كبيرة في رجلي. يا حبي. لقيت نفسي بقى من من صلاطي العيشة. لاني رحها مستشفى. ودخل عملية. والابرة دخلتش رجلي وجريت في الدم. تمام. كنت تعبانة جدا. وفتحت رجلي سبعتاشر غرضة. وانا كان اطفال صغيرين. انا معايا بنتين صغيرين. يعني اظهر بنت سنتين ورس. بقيت قاعدة في المستشفى عما اقولي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. والله لكان فيه فلوس. ولا كان فيه اي حاجة. وقدر كده حصلي مرة واحدة. ربنا سبحانه وتعالى. قادر ان هو يغير الاحوال كلها. والحمد لله. نمت حلمت. ان انا مد. ودخلت الجنة. وشفت جمال الجنة عيني. والله العظيم يا دكتورة. شفت جمال جنة كده غريب. انا بقيت فرحانة. انا بقيت فرحانة. انا بقيت فرحانة ان انا حصلي كده. لاني بيدعم. انا اقول الحمد لله. رضي. والله العظيم رب رضي. رضي بالقضاء اللي حصلي مرة واحدة. رضي. انا دايما ما كنتش فيه دعوة كنت منساها. وعايز الناس ما تنسهاش. ان انا ما كنتش بدعي بظاهر الغيب. والدعوة دي مهمة جدا جدا جدا. اني دايما كان بيحصل لي حاجات فجأة. يعني يحصل لي كوارث. والحمد لله بس فجأة. اه حاجات مش مترتبة. بس كنت ببقى حمد ربنا والله على كل شيء. حمد ربنا على اي فجأة. وربنا يبارك فيك. واتقبل حبيبتي. انا فرحانة بيك يا بي. انا تنسنش بالدعاء. واني ربنا يا رب يتبع عليك. لاني الظهور دي صعبة معايا جدا. حبيبتي. لذاك الله خير على مساعدة بيك يا مونة. بسعيلي ربنا يرزقني يا رب. يا رب يرزق. يا رب يرزقني الولاد والصالح عشان نفسك. يا رب. يا رب. مش متخير. حبيبتي حبيبتي. انا بحبك. تحبك الوطاك. احبك وفرحانة بني. متفردتي جدا. حبيبتي. ربنا يبارك فيك. مع السلام. ربنا يبارك فيك. اجمعين والله دي بشرة. انا بارت فرح جدا. ليجي يقول يا ربنا ارزاكني بشرة الحمل يا ربنا رزقني بصت كزا اوه وماشي كمان شافت رؤية بالجنة ده حاجة وحصة جدا جدا. خلينا ناخد حد كمان. عندنا شروق. سلام عليكم يا شروق. شروق الحسن. سلام عليكم يا شروق. ناخد من هنا ممكن مداخلة محاضرتك. هيب حاضري هيب اخدك. انا لو ردعمنا ممكن ندخل محاضرتك بسمة حاضر يا بسمة. هاخدكم دلوقتي. ناخد حد من هنا. عليكم السلام. يا بكتر عامل ايه? اهلا يا شروق في الليلة الجميلة دي. عامل ايه حضرتك? يا بك الحمد لله كل سنة وانت طيبة ايه الاخبار النهارة? وانت طيبة وفي خير يا رب. انا كنت اكلمت حضرتك قبل كده من مصر. من مصر. كنت اكلمتك كبير رمضان عشان تديها نمامتي. ايه الاخبار? الحمد لله يا ربنا يعافيها يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. ليس نصيف جديد باذن الله. هؤلاء كان عندي اه. الطاعة عندي اوقات بيبقى عندي اكبال كفير قوي على الطاعة وكده ووقات تانية طبعا بصلي الفرد بالعافية. عايزة حاجة او كتب مثلا ان انا ازود علمي وعرف ربنا اكتر وكل ما عرفه فقلبي يتعلق بالايمان اكتر. طيب. زي اول حاجة. طاني حاجة هو انا بحفظ القرآن بقالي ثلاث شهور بس بنسى. يعني كل ما بحفظ حاجة وارجع اراجع تاني بنسى. بيبقى عندي صعوبة في الموردة ومش عارفتين المشكلة. هقولك يا شروط. ودعي لي يا دكتور بقى بالزلط طولة. بسرعة الناس ان شاء الله اللي تدخل معينا تقول اسالياتها بسرعة خليني اجاوب على شروط. الكتب بتاعة العلم الشر اعمل ايه? وتعلم عن ايه? اتعلم اصول الايمان الاول. اصول الايمان الستة وبعدين اصول التلاتة. وبعدين اخد الاسماء الحسنة اللي هي التوحيد عن متن توحيد الالوهية. اه باسماء ربنا سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية بافعال ربنا سبحانه وتعالى. توحيد الاسماء والصفاء. اخد الكرآن والتفسير او مختصر التفسير. حفز وتفسير. حفز وتفسير وتدبر. وبعد كده الحديث ان شاء الله بدأوا بالاربعين نوية وبعد كده كملوا مئة حديث الف حديث وهكذا. السيرة ناخد السيرة والمعتبر من السيرة والعبرة من السيرة وفقه السيرة ذات نفسه. واخد شيء من الفقه بقى. مدخل في اصول الفقه. فقه السلال. ودهو الحاجات الاساسية للمرأة. وبعد كده لو انت عايز. دي على الاقل الارضية. وبتدي بقى زوج في كل علم بقى كده. ادي اصول الحديث. ادي المدخل لاصول الفقه وهكذا. بحيث ان يبقى عندك الكتب اللي كده اللي انت تغديها لتستعيني بيها. المخطئة دي عندك ابن كسير بالتفسير. عندك الاربعين النووي الامام النووي. عندك السيرة فقه السيرة او السيرة لابن هشام. عندك الخاص مثلا بامور ايه تاني. والنا الحديث والفقه والسيرة. الاسماء. عندك الاسماء خذ المتن. المتن بتاع الشيخ عبدالرازق عبدالمحسن البدر. التفسير بتاعه. كل الكلام ده. فدعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي لنا ولاك بالخير. خلينا ناخد مين تاني؟ من سؤالك التاني ايه نسيته? حد يفكر رب سؤالها التاني عشان نسيت. حد بعت هنا سؤال مونة نور بانا من جزائر وتزوجت في فرنسا واكتشفت ان زوجي لا يسوم ولا يشعر بالخوف من افتر وعليك انصحين. كله ده فرد. اه يعني الخمسة. خمسة الحاجات الاساسية للاسلام. شهادة اللا اله. وبني الاسلام ارقان الاسلام خمسة. بنية الاسلام على شهادة اللا اله. يا رحمد رسول الله. يقام الصلاة ايتاء الزكاة حج البيت. سوم رمضان حج البيت المنصة عليه سبيلا. فانا عايزاكي انك انتي على الاقل اه تنصحي تفضلي تنصحي تفضلي تنصحي. تمام كده? معانا مين تاني? اه طيب خلينا خلينا عشان ما اطولش على الناس ناخد اخر حاجة من هنا. يلا ام رميساء. سلام عليكم يا ام رميساء. ام رميساء سلام عليكم. اه انا مستحاضة لمدة خمسة عشر عامة زا افعلها الاسلام اصلي ايوا الاستحاضة بتتحفضي لكل صلاة. وبتتوضي لكل صلاة. شيل الحفات. تتتحفضي بحفات جديد وتتوضي وضوءة للصلاة. ثم تصلي. وهتحط حفات تاني قرب الصلاة التانية بشيل الحفات القديم. وتتوضي تستنجو. الحفات الجديد وهكذا. تمام? طالما عدت فترة الحدم بعد حداشر يوم تعد السحاضة. الله سبحانه تعالى لك بالخير يا رب. ام رميساء. سلام عليكم. عليكم السلام. ازاي يا دكتور? ازاي حضرتك? الله يباري فيك. الله يكرمك. عيلي بالله عليك كده. عايليك بايه يا توتة بتعيتش عزنالة. عايزة حد يشك كده بس يقول ليها عايت معيك. الله سبحانه تعالى. ربنا يمن علي بختمة القرآن بس ختمة القرآن بس. يا رب يا ربي يا ربي يختم لك القرآن ويجعلك من اهل الحاملين كل عمل به. يا ربي يا مرميساء يحبث. يا رب اللهم امين. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بحكة اللعوات. وانك عفو تحب العفوات. الله يبركني. الله يبركني. جزاك الله خير. وياك يا حبث وياك. شكرا لك ومشاركتك الجميل. ناخد حد كمان. معانا شيريهان. سلام عليكم يا شيريهان. آآ دكتورة دخليني حاضر هدخلكم. هدخلكم هنا بازن الله هو. نورهان ممكن مدخلة حاضر هيبة ممكن مدخلة استحليوكي حاضر هدخلكو يا خوات هدخلكم. آآ شيريهان جاهزة معانا. السلام عليكم. عليكم السلام. بركاتي. اهلاً وسهلاً. ايوة دكتورة. اه معاكم. موليلي يا شيريهان. انا بحب الدعوة الى الله جداً جداً. بس يعني عايزة عايزة تشجيع من حضرتك ونس كتيرها جداً بتحب طريقة كلامي يعني في الكلام يعني عن ربنا وعن نبيه سعه وسلم. لدرجة ان في ناس انا عملة جروب ديني يعني الحمد لله ربنا يعني مسخرني ناس كتير بتسمع يعني مني في الخاصة كمان وبدع إلى الله يعني بس يعني. الله متحمد يا مورو مايسا. ويجعلك يعني لسان حق عن الله عز وجل. انا شيريهان يا دكتورة. لكن اوصيكي بوصية يا مورو مايسا. انا شرييهان. شرييهان شرييهان شريهان شرييهان. أوصيكي بشيء استمري في الأمر وجعلك يا ربنا يا رب بالسان حق في الدعوة إلى الله ووصيكي دايما زيادة العلم الشرع تفقهي يعرفي عن العلم ادرسي وهكذا واسمعي دايما عن المشاو اسمعي دايما اختريلك بقى يعني مدرسة من الكتاب أهل السنة والجماعة وتبقي دايما على أمر بالعلم عشان يا بنت اللي تتعلمي تقولي أضع الله سبحانه وتعالى لك بالخير ويجعلك يا رب بالسان حق عن الله عز وجل وعن رسوله ساعدت بيك يا حبيبتي ربنا يبارك فيكو يا رب طيب سوسو بتقول دايما بالزوج الصالح يا رب ندعلكو يا رب بكل البنات ربنا زوجها الزوج الثقية الصالح يا رب بكل الشباب ربنا زوجهم بالزوج الثقية الصالحة ما تنسوناش حسانة ندعيلي ان ربنا رزقني لأولادي يا رب اللهم أمين يا بنتي يردهم لك ليه وما ليهما فيك ليه والأولاد ردنا إليه إلى الله ربنا يردكم ربنا والطريق ربنا احنا واياكم يا رب اللهم امين. ربنا يكرمكم يا اخوات وجزاكم الله خيرا. هاخد تقريبا القفس دي بس اللي معي اللي تطلع معي واريكم للدنيا برا عاملة ازاي? اه السؤال انها بتنسى اللي حفظته. جاء الله يفتح عليك. جزاك الله خاني يا وردة الحياة. بنسى الحفز بسبت وقت للحفز ركزه معي. بسبت وقت للحفز وبسبت عدد ايات. ادي الجديد تلاتة. المراجعة خمسة او اللوح مسلا. اللوح لوح صفحة يا حجلانة قديمة. والمراجعة خمسة والماضي البعيد. بصلي بيه. حفظت الايات بصلي بيها. السنن بصلي بالنا عم حفظه اللي هو الماضي القريب. والقيام بصلي بالماضي البعيد. ما بيتنساش. بس تحدد وقت للدعاء. ادعو الله سبحانه وتعالى. قالنا واياكم من اهل القرآن يا رب اهل الله وخاصة اللهم امين. هزاكم الله خيرا وراكم على خير. سبحانك الله وبحمدك. اشهد الله الى الا انت استغفرك واتوب ولاي. مع السلامة. مع السلامة. اه خلينا هنا ناخد هنا اه دعيني يا دكتورة حاضر ندعي لكم بجذوب الصالح وبالطقية حاضر. تسنونا كل يوم في البس بازن الله الايام الجاية عشان نشحن بعض. اللهم امين مع السلامة. تمام. اه ممكن حصر بك الاولاد بالغرب ان شاء الله انا وعداكم بازن الله خيات هعمل دوت. حاضر قريبا. القاكم على خير والسلام والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته.